شارل ديجول هو زعيم فرنسي وأول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة عاصر مرحلة فاصلة في تاريخ العالم وليس فرنسا فقط كان للشارل ديجول تاريخ مشرف ووطني في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي وبناء فرنسا انتهت حياة ديجول بوفاته بعد أقل من عام من استقالته فكيف كان ذلك؟ شارل ديجول جنرال ورجل سياسي فرنسي ورد في مدينة ليل الفرنسية تخرج من المدرسة العسكرية سانسير عام 1912 من سلاح المشات ألف ديجول عدة كتب حول موضوع الاستراتيجية والتصور السياسي والعسكري عين جنرال فرقة ونائبا لكاتب الدولة للدفاع الوطني في يناير 1940 قاد مقاومة بلاده في الحرب العالمية الثانية وترأس حكومة فرنسا الحرة وفي عام 1943 ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني والتي أصبحت تسمى فيما بعد بالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية ولد الزعيم الفرنسي الشهير شارلز ديجول في عام 1890 لأسرة كاثوليكية وطنية ودينية تلقى ديجول تعليما جيدا منذ الصغر وكان يحلم بأن يكون قائدا عسكريا لذلك التحق بأكبر أكاديمية عسكرية في البلاد سانسير في عام 1909 وتخرج منها في 1912 وانضم لفريق المشاه والتي كان يقودها العقيد فيليب بيتن تميزت شارلز ديجول في الحرب العالمية الأولى حيث قاتل ببسالة وأصيب مرتين وحصل على ميدالية لخدمته شارك ديجول في أكثر المواجهات فتكا في الحرب وفي معركة فردان في عام 1916 وأثناء المعركة أصيب بجروح ثم تم أسره وبعد عدة محاولات هروب فاشلة تم إطلاق صراحة شارلز ديجول في نهاية الحرب التحق ديجول ببرنامج تدريبي خاص في مدرسة سوبر بيودي بعد نهاية الحرب واقتسب خبرة دولية في ألمانيا والشرق الأوسط لم يقبل ديجول استسلام فرنسا لألمانيا في عام 1940 وهرب بذلا من ذلك إلى إنجلترا حيث أصبح قائدا للحركة الفرنسية الحرة بدعم من رئيس الوزراء البريطاني ويستون تيرشيل وبث ديجول من لندن رسالة عبر القناة الإنجليزية للمواطنيه داعيا إياهم مواصلة المقاومة ضد الاحتلال الألماني كما نظم الجنود من المستعمرات الفرنسية للقتال جنبا إلى جنب مع قوات التحالف شغل تشارل ديجول منصب رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة في عام 1959 إلى 1969 وقد تميزت فترة رئاسته بالانتفاضات الطلابية والعمال والتي استجاب لها كان تشارل ديجول يسعى لتحقيق قوة السياسية والاقتصادية لفرنسا بحيث تكون مستقلة عن القوتين العظيمتين في ذلك الوقت وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لم يشفع التاريخ المشرف لتشارل ديجول عند الشعب الفرنسي الذي خرج في مظاهرات مناوئة له في عام 1968 كان الطلاب والعمال هم الأغلبية بين المتظاهرين واستجابة لمطالبهم قرر ديجول أن يجري استفتاء حول تطبيق مزيد من اللامركزية في فرنسا وتعهد قبل إجراء الاستفتاء بالتناحي عن منصبه في حال لم توافق نسبة كبيرة من الفرنسيين على تطبيق اللامركزية في البلاد وفي مساء الثامن والعشرين أبريل عام 1969 أعلن ديجول تنحيه عن منصبه بعد أن حققت الموافقة على تطبيق اللامركزية نسبة أقل قليلا من النسبة التي حددها بعد استقالته تقاعد ديجول في منزله في كولومبي ليد دو أجليسيس ولم يكن لديه الوقت الكافي للاستمتاع بالحياة الهادئة لتلك القرية حيث توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في التاسع نوفمبر 1970 وألقى الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو خبر وفاته على الشعب الفرنسي قائلا الجنرال ديجول قد مات فرنسا أرملة وحزن الشعب الفرنسي على الجنرال حزنا كبيرا وقدم قادة العالم تعازيهم في وفاة الجنرال ديجول وقالت الملكة إليزابيث الثانية إن شجاعة وبسالته في القضية المتحالفة خلال السنوات المظلمة من الحرب العالمية الثانية لن تنسى أبدا ينظر الشعب الفرنسي للشارل ديجول نظرة احترام وتقدير فهم لا ينادونه إلا بالجنرال أطلقت فرنسا اسمه على عدد من المطارات والشوارع والمتاحف ومحطات القطار ويعتبرونه الأب الروحي للجمهورية الفرنسية الخامسة ويرجع الفرنسيون الفضل للجنرال ديجول في تحرير بلادهم من السلطة النازية إذ لم يتوقف هو في لندن من إطلاق الشعارات التي كانت تلهب قلوب الفرنسيين وتدفعهم إلى المقاومة لعل أشهر تلك الشعارات قوله لقد خسرنا معركة لكننا لم نخسر الحرب وسوف ننادل حتى نحرر بلدنا الحبيب من نيران الاحتلال الجاثم على صدره لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ويكي تيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية ترجمة نانسي قنقر